الرقص مع الثعابين هي العبارة التي لخص بها الكاظمي دوره ما بين النفوذين الإيراني والأمريكي الباحث عن المزمار كما يصف الكاظمي نفسه قال إنه يحاول الموازنة بينما نوصفهم بالثعابين من خلال عدم تفضيل طرف على آخر في معادلة الصراع الجاري بينهما على أرض العراق اعتراف الكاظمي الضمني بعجزه عن مواجهة كلا النفوذين خلال مقابلة له مع صحيفة الجارديان البريطانية قوبل بانتقادات واسعة في الشارع العراقي وأثار سخرية الكثيرين تجاه كيفية تعامل الكاظمي مع الملفات الحساسة في ظرف صعب للغاية مثل الذي يمر به العراق اليوم الكاظمي حاول تبرير ضعفه في التعامل مع الفوضى الأمنية والاقتصادية الجارية في العراق بقوله إن الصبر والحوار لألف عام أفضل من الانجرار إلى فوضى دموية على حد تعبيره وبعد محاولات منه وصفت بالخجولة للحد من نفوذ الميليشيات الموالية لإيران أعلن الكاظمي عن إجراء انتخابات نيابية مبكرة في حزيران القادم للخروج من مأزق المواجهة المباشرة مع الميليشيات وسنعمل بكل جهودنا على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها وتأمين مسلزماتها إلا أن إجراء الانتخابات لن يغير قواعد اللعبة السياسية بحسب معهد واشنطن للدراسات كما أن غالبية العراقيين لا يثقون بنزاهة الانتخابات ولا بمفوضيتها وفقا لاستطلاع رأي أجرته المجموعة المستقلة للأبحاث بينما لا يزال البرلمان يشهد صراعا بين الكتل السياسية على فقرة الدوائر الانتخابية التي تريد كل كتلة تجهيرها لصالحها وعلى ما يبدو فإن مراقصة الثعابين عبارة استعارها الكاظمي من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي توفي بلدغة حوثية بعد مراقصة تسببت بضيع بلد مثل اليمن فهل يتكرر السيناريو نفسه مع الكاظمي الذي نصبته أحزاب السلطة لإنقاذها من ثورة تشرين المصممة على إسقاط نظام المحاصصة الطائفية ترجمة نانسي قنقر